أنا اسمي انصاف مصر مويد 1967 ولداني بأشرفية لبنان بس قيدي بسويدة وحالياً أنا هون بعنتب أنا كنت طالبي متفوقة مرحلة ابتدائية طبعاً لحالي أنه بالبيت ما كان أي حدا متعلم الشخص الوحيد اللي يقرأ ويكتب هو أبوي وأبوي كان دائماً يعني برات البيت هو يروح على لبنان يشتغل ويرجع فأنا لحالي قضيت مرحلة ابتدائية كنت طالبي متفوقة لما جيت بدي يبلش بالإعدادة أبوي رفض تماماً أنه أنا لازم أطلع من الضيعة لأنه ما فيه إعدادية بالضيعة فهي كانت الأول صدمة بحياتي كانت يعني كانت غصة أنه أنا ما أكمل دراسي من هوني صرت علاقتي بأبوي يعني ما بقول سيئة بس أنه فرض علي شي أنا ما حبيته فما كانت يعني علاقة متوازنة أخي لأنه صبي والرجل يعني مباح له أشياء ما أنا مباحة للمرأة كوني أنا بنت لازم ما أروح وأجي وأطلع من البيت وبالنسبة لمجتمع السويدة أو لأبوي تحديداً إنه البنت بالأخير بلا تتزوج وتقعد ببيتها ما في داعي تكمل تعليمها خلاصي هاي حياتها فهذا المنطق اللي عند أبوي أكيد أنا يعني كنت رافضته أخي أصغر مني بثلت سنين كوني أنا البنت الأكبر بالبيت بالولاد والشباب علاقتي بإخواتي كانت حلوة أنا كنت المشرفة عليهم بالتدريس أثناء المرحلة الابتدائية طبعاً فكان في علاقة جيدة بينه وبينه فلما صار صف تاسع كان العلاقة لسه أفضل بكتير طبعاً هو درس ياخذ المدرس يرجع يجي درسني بالبيت كمان هو كان طالب متميز بالدراسة فندرس سوا حتى كان في جول الدراسة كتير حلو وقدمنا أولاد جيراني منهم كان عم يقدم تاسع بنوتات وشباب جيراننا منهم كان بكالوريا فجول الدراسة كان جماعي والكل يعني عم يشتغل فكتير كان جو حلو والعلاقة كانت جداً متميزة وأجيت بدي أقدم بالجامعة كان في رفض تماماً من أبي أنه أنا أقدم بالجامعة أنه خلص فالشخص الوحيد اللي وقف معي هو فعلاً أخوي ويوقف معي مادياً ووقف معي اجتماعياً وبيضغط منه بإصرار مني أنا أنه لازم أكمل فهوني ساءت العلاقة مع أبوي وقوية العلاقة مع أخي زوجي تعرفت عليه بالجامعة من طريق أصدقاء مشتركين بيني وبينه هو بدروس فلسفي وأنا علم نفس هو بقسم وأنا بقسم بس كان في أصدقاء مشتركين بيني وبين زوجي وتعرفنا على بعض وصارت قصة تحبي يعني عنوية ومشينا بالقصة فرفض أهلي كان من منطق بس إنه هو برات الطائفي أنا من طائفة الدروز الموحدين وزوجي مسلم سني على أول ثلاث سنين من حياتي الزوجية أنا ما أضعت علاقتي بأهلي بس أخوي كان بيعرف تزوجنا أنا وزوجي بموافقة أخوي سكننا بمخيم اليارموك بس أهلي ما عرفه أنا ضلت علاقتي بأهلي مستمرة وكل أسبوعين ثلاثة أروح لعنده على البيت وقضي خميس وجمعة وإيام العطلة وأرجع أنزل على الشام لما دريوا إنه خلص على السويدة ما بقى في طلعة طبعاً أخوي إيجا لعندي على البيت إنه أهلي يعني عارفه بالقصة فما في داعي تطلعي وأنا بشايل الموضوع كلياته فقالهم إنه هي سافرت برا البلد